منصة نيتفليكس ترفع أسعار خطة اشتراكها وتقول إن الهدف من هذه الخطوة الاستمرار في تقديم تجربة مميزة ومتنوعة لأعضائها الارتفاع الجديد في الأسعار يتراوح بين دولار ودولارين وسيطبق في كندا والولايات المتحدة وحول ألية التطبيق أوضحت المنصة أن الأسعار الجديدة ستفرض على المشتركين الجدد فور اشتراكهم أما المشتركين الحاليين فسيتم تطبيقها عليهم بالتدريج بعد تنبيههم بهذه الأسعار قبل شهر عبر البريد الإلكترونية وعلى الرغم من رفع نيتفليكس أسعار الاشتراكات الشهرية بشكل دوري إلا أن هذا لم يمنع استمرارها بالتربع على قمة عالم البث المزدحم حيث يبلغ عدد المشتركين في المنصة العالمية 213 مليون وخمسمائة ألف شخص من بينهم 74 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا سعر الاشتراك الشهري في نيتفليكس عند إطلاقها كان يبلغ دولارا واحدا فقط أما اليوم فوصل إلى 20 دولار تقريبا والسؤال المطروح في ظل هذا الارتفاع المستمر هل تستطيع نيتفليكس الحفاظ على ثروتها الضخمة من المشتركين